هاي هتلر اصبوع الماضي ضرب الكضاء ضربته هالمرة مش على فاسد ولا على حرامة هالمرة على مفتن او تكون دقيق على مفتنة هيك الكضاء قال مش انا وحكم على ديمة صادق بالدعوة يلي مقدمها ضد الطيار حكمها بالحبس سنة ودفع مية وعشرين مليون ليرة لبنانية فقط لا غير هتا اخبركم الخبرية ونتذكر وقع 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 هتلر وقع هتلر يا جميع روقوا وقع هتلر كمل هتا اخبركم الخبرية ونتذكر شو قالت ديمة ايام الثورة تشر فيديو لشباب قالوا انه من ترابلوس عم يضربهم شباب تانين بيجوني بتادي بوقتها حطت الفيديو السيد ديمة واتهم الطيار انه هو عاطي اوامر لهالشباب بيضربه هاو ديك الشباب وانه الطيار حزب نازي نعم حزب نازي كان بدي يقولي الكلمة بس نازي 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 شغية نازي شغية خلاص صغير مرة المهم بعد الحكم نطة السيد ديمة وكتبت هالتويت مع فيديو هلأ رحط بس صورة لانه بارف ما رح تحملوها فيديو انجأ صور رح تتحملوها شوفوا جبران بيسيل انتزع قرار قضائي بسجنة سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال قاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية نعم في لبنان صاروا الصحفيين بينحبسوا بدعاوة القدح والزم طبعا سأستقنف والنضال مكفي النضال مكفي ايا نضال ايا نضال وينو نضال يا نضال تاع تاع كفي اول شي بكل الحكم القضائي ما حدا ذكر انك صحفية والدعوة اصلا ضدك بالشخصة مش لتويت سياسة هول طلع منهم بقى وبيقطعوا بيقطعوا ع صغار النفوس ما بيقطعوا ع الكل شامس طالعة والناس قاشعة وهيدا القضائي اللي انت مغروم فيه لما يكون ضد غادعون هيدا القضائي اللي بتدافع عنه الصبح وظهر وعشية شون سيتي او بس بيكون كتير منيح لما يوقف غادعون ويحكم على شي شخص كان عاوني بزمانه او مصور شي مرة مع جبران بزيل بديك تقرر يا دمدوم ما هيك هلا شو بدنا نعمل بالمية وعشرة مليون هكيد اول شي نشرب كاس ديما والبيقى شو بنعمل فيه يلا عطولي افكاركم كله على صفحيته على السوشيل ميديا شو بدنا نعمل بالمية وعشرة مليون تبع ديما يعني هلا سرقولي تليفوني ودفعوني مية وعشرة مليون تنان سوا مش مقبولي وعد مني وعد مني اذا فتت على الحبس اذا فتت على الحبس اللحم بعجين عليك اليوم طلعليك تنان تنان مش حتى الراس كرميل كرميل رشاقتك يعني هلا مين نط عم بدافع عنه سمعوا هالأسامة سمعوا هالأسامة يعني شو بدي يقول الواحد هول مش كلهم ايه هول هيك طلعوا قدامي على السريع اول شي اكيد مارسل غانم يلي طلعها معه زوم لانه مطلوبة بين القضاء مثل ما تلع علي حسن خليلين وهادي المشنوق بس الفرق انه هي ما حكم هو ديك بعد هو ديك بس مطلوبين للتحيق يعني طلعها من قوضة عنجا تذكرتني بالافلام لما رؤسها المافيات والهربانين بيستأجروا هيك قوضة يعني ازرق ومروحة بالسقف عرفتوا معرفتوا كيف شوفوا شوفوا ليكوا ليكوا ازرق ومروحة بالسقف وتختم فاركاش وبردية مش عارفكم ما شفت شي متل بالافلام ما بعرف اذا هي قاعدة بالستوديو يمكن وعملين لوراها محطين صورة يعني بس انه هول حركات حركات الان تي في يعني مين يلا دافعوا عنا كمان اكيد قوات سمير ونوابون واعلميين فؤاد سانيورا ايه فؤاد دافع عنا المستقبل كمان مستقبل بس مش شيخ ساعد شيخ ساعد ممنوع يحكي سياسة هني كحزب تطيار مستقبل انه دافعوا مشيل فرعون لهيكوا وانا اسامة النهار اكيد جريت النهار والش جرايطة واربتعاش شاب بولا يعوبيان وضح صادق دافعوا عنا وكذا حدا يعني انتو بس اذا بتشوفوا الاسامة يعني تلعي نفسكم بس لفتنا شخص واحد لفتنا شخص واحد صراحة ما كنت متوقع منه هيدا الشخص هو زميلة السابق عنا هون بالأو تي في وعندهم هونيك بالأل بي سي زميلة ادمو سيسين اه ادمو ادمو عايش الخبرية للاخر واتحفنا بهيدا البوست حكم السجن لمدة عام مع غرامة مالية صادر في حق الزميلة دي مصادق في قضية قد حزم واسارة نعارات طائفية سابقة خطيرة جدا وسيشكل اساسا للنائم من حريات العمل الصحفي في لبنان من خلال تهديد بالسجن مثل هذه القرارات القضائية بالسجن كان يجب ان يطاول هاديري وصاركي ومستغلين المال العام عزيزي ادمو اخر سطر انا معك لازم كان يلقى تهوديك كمان بس يعني بنفهم منك انه العمل الصحافي اساساته القضح والزم اساساته اصارة النعارات الطائفية هلا هيك انت صرت تتعرف العمل الصحافي لا حبيبي هيدا مش عمل صحافي ولا هي ملاحقة عن عمل الصحافي يعني بفهم من تعليقك انه بالنسبة اليك الكرامة والدق بالكرامات شي عادى ولازم الواحد تنهين كرامته ويسكت انه بس نعرف يعني ما عم نفهمكم بقى القد الكرامات مش مهمة بالنسبة اليك ولغيرك صايرة عزيزي وعزيزتي يعني ادمو ديمة ما خص الصحافي بالدق مين دق فيها لرأيه يا انتو تحت القنون يا لأ بس انه خلونا نعرف كل واحد من ضوة اللي انا قابة بيصير فوق القنون انا شو هالمسخر هايدي لا رجل دين فيك تحيكم الكنيسة بتقيم قيمتها والمجالس بقيموا قيمتهم وبيحموا لا محامي لا حكيم لمهندس لصحافة شو هالمسخر لصلني له لمين معمول هالكضاء حيس السلاس معمول له خلاص بروح انا عليه بخلصنا شو مخرج اه لالضعاف ايه هاي دقالة على قولة نبيه ايه لالضعاف كمان يا اعزائي كل واحد بده يتحمل مسئوليته اكتر شي بتعمل النقابة بتعزر تشرف اذا بده بتتشوف اذا عم بيظلمو او لا مش قص التحميه وممنوقه لا او خلصنا خلصنا في الزكاة سديما مش لرأيه عم تتحكم ومش لرأيه خسر الدعوة سديما خسر الدعوة لانه ياللي كتبته كان بيعمل فتنة بالبلد او هي قد المسئولية الصحفية او لا سديما مش لانه سبت امه لجبران عم تتحكم ولا لانه تبخسرت على رئيس جمهورية وعم الرئيس الجمهورية متل ما عملت عدة مرات عم تتحكم ولا لانه عنده برنامج بتحكي فيه سياسي عم تتحكم سديما تحكمت لانه كبت خبر بيعمل قطلة وبيعمل مجازر كتبت خبر معقول يصير في دم من وراه ولقا مش عبكبت خبرية يا ادمو تذكر بهاي ديك الفترة كيف كان وضع البلد على كف عفريت متل ما بقوله متذكرت مش الهيئة اذا هيدا الشي اسمه صحافة خبرونا تنارف يعني كيف صارت الصحافة باللبنان حرية السديما وحرية حضرتك توقف عند حريتي لانه اذا باكن تتعدوا على حريتي او حرية غيري باكن تتحمل المسئولية كمان يعني او بدفع عن حاله الواحد بالقضاء وهالشي هو القركة وهيدا الشي اللي عملوا الطيار او بيخطاروا بايده وكتير هيني كانوا يعملوها الشباب هيدا القضاء يا حلوين يلي اخذ القرار مش نحنا مش الحزب يلا هلأ اعملوا حملة وبلشوا جعروا وعلوا صادقون على القضاء وعالقاضية على اساس انتوا بدكم بناء دولة عادلة او عادلة بس مش عليكن لها العادلة عندكم هي الظلم غيركن لما تقولي عن طيار حزب نازي يعني عم بتقولي عني وعن خمسين الف شخص لبناني منتصب لهيدا العزب ومية الالاف المتعاطفين مع الحزب اننا مجرمين وقاتلين غير اذا ما بتعرفي شو يعني نازي وشو عمله النازية لأ بدك تسمحي لسديهمة انت وكل يلي دافعوا عنك من احزاب وسياسيين طويلة عليكم شوي ولكن مازالك كتير 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 ليش حزفت التغريدة والفيديو بعد نص ساعة من بعد ما نشرتيهم لانه شكيت انه الفيديو صحيح هيك قلتي لها للقاضية بس ما صدقتك القاضية ما هيك دي مصادق الحبس لرجال وانت اخت لرجال على شكاية ربك منك بامريكا هونيك كانوا بلابسوك اورانج خيالي حالك كل النهار لابسي اورانج اف بخرج اف تخيلها تخيلها مان بالاورانج على سنة كاملة بس بادي اقلك بالاخر انه ممكن كتير يلغى الحبس وحتى ممكن تلغى الغرامة الانتناتو المش مهمين بس ياللي مش رح يلغى هو انه دي مصادق كذبت وشهرت وباسبات القضاء وياللي بيكذب وبشهر مرة بيعملها كل مرة خلصنا من دي ما اسبوع الماضي كان عنا بالاو تي في ببرنامج حوار اليوم ضيف مع جوال ابو يونس هو المحلل السياسي ابراهيم عوض هلا استاذ ابراهيم نعرف هو الامين قريب بس خبرنا خبرية ما بتقطع هلا نفهم توتر كرمال فرنجية بس صراحة فجأت سنبعرف تحليلاته اعمق من ايه شوفو بليش لك من تيار الوطني الحور من عزيزنا وصديقنا الوزيج بران باسير اللي عم يحكي كان عن سليمان فرنجية انه ما في ميسيقية عفوا ما عنده كتلة المسيحية وما عنده الشعبية المسيحية جهاد ازعور عنده جهاد ازعور بتأمله بليش لك من هون انا بليش لك من هون طيب وهو قص على ذلك بعدين جهاد ازعور كيف يقبل كيف يقبل انسان عاقل ومثقف ومستلم اهلا المراكز كيف يقبل عن نفسه ان يتقل في معركة طائفة برمة وامت وارمyy加께 ورمبة وابوها�� slici اعملي عليه بلوق 기يه Илиabi باك باك لا مش خلاص رو درو أو راك رئيس طيال وطن الحر جبران بسيلكي واضح من أكثر من أشهر يعني هذا من هو موقف مسجد طلع وقال الرئيس اللي بده يجي إما بده يكون قوي شعبياً وعنده كبير أو بده الأطراف المسيحية القوية هي تعطي الموافقة وتأمله هذا الغطاء المسيحي سيد أنا هايتي أخر واحدة من يسمعنا لا من يسمعنا فيها أنا من يسمعنا فيها بأحدى المؤتمرات قال جبران بسيلكي واضح فيها لا أنا من يسمعنا صدقنا ولا عم بحكيكي جاد ممكن تكون أنا غلطان يقدروا يكون أنا يعني من المتابع السياس إبراهيم طيب افترضنا معك حق ليش زايمين عنده كتلة؟ زايمين فراشية عنده كتلة عنده ابنه بس يعني إذا ما اعتبر ابنه كتلة بحد ذاتها على بخصوص طاقفة بأمه وأبوها يعني ليش علقت معك على القد مهم إنه يعني خلص لازم الرئيس يلي بدنا يكون السناء إيه؟ بده إيه؟ لأنه رفضهم بينطبق على الكل ما هيك؟ كيف هالمنطقة أيضا؟ وإنه عنده كل نواب الشيعة دخلك هلأ كل نواب الكاتوليك ضد السايمين فرانجية بينطبق علي بينطبق عليهم ذات الشيء أو بس على الشيعة هلأ ما أحق جوال يعني إنه هلأتك بأثر شوية بالمتابعة كنت أو متناسة أنا بقول متناسة جوال كملت الحلقة كان مع نيبان مصايفين لأ مصايفين مصايفين يعني مصايفين يعني بغير دينة شوفوا صباح الخير وأهلا وسهلا فيك ما بعرف إذا من الجنوب عم تحكينا لا بجنوب أكيد أهلا وسهلا بالتأكيد هذا يعبر عن رأي كل واحد منهم صباح الخير عضو تكتل الاعتدال الوطني رئيس لجلت الأشغال النيابية سجعتية أهلا وسهلا فيك جوال بي بي سعبا ما كان عنا خلاف إن شاء الله على أمل أنه يصير لحظة 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 أكيد قاعدين حط بعض مش نفس الشجرة هايدي مش عرف شرف فرجيني فرجيني يوم صوتنا يناتهم فرض صورة ولا نفس الشجرة نفس الشجرة بس واحد فلوه واحد واضحة واضحة أكيد واضحة كانوا صوتها واضحة بس أسبوع الماضي صار حادسة بشعة كتير بجاردورية بمنطقة لش جيدة وانتشر فيديوهات للمعلمة يلي عم تضرب لولاد وعم بتهددن بدل ما تعلمن أكيد مرة أعرض فيديوهات كلكم شفتوهن يعني بس لفتنا هي صورة للمعلمة إنه منتخبينا معلمة السنة ما بعرف ليش جغري خطر عبالي كمان حدا كانوا من نقيينه حاكم السنة والاثنان يعني شو بده يحكي الواحد عنن شوفوا رياض حكم السنة السنين رياض مش سنة والمعلمة حكمة السنة معلمة السنة ضيعونا يعني اتنيناتهم كنت لبقتلهم اختيار ترجمة نانسي قنقر